السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف العاشر حياكم الله بمتابعة دروس التربية الوطنية لمادة التربية الاجتماعية وقد وصل بنا الأمر إلى الوسطية فديننا وسطية لا يقبل التطرف ولا يقبل التحيز تمام الآن مفهوم الوسطية تعني الاعتدال لذلك كان الدين الإسلامي وسطي في أمور الحياة كافة وهي منهج فكري وموقف أخلاقي وسلوكي يتمثل في عدم الثبات والجموع لزاء المواقف المختلفة طيب الآن ثوابت الوسطية لكل شيء قواعد فما ثوابت الوسطية أول شيء نشر الحقيقة المجردة اثنين احترام التنوع والاختلاف الاعتماد على العقل البشري نبذ الغلوه في السلوك لذلك حينما كان الإسلام كان له ثوابت ومن هذه الثوابت عدم اعتراضك في دينك لك دين ولي دين ولكن يجب علي أن أحترم وتحترم نعم إيجابيات الوسطية لكل شيء إيجابية والوسطية هو لها من الإيجابيات والإيجابيات تعني أهمية الوسطية أول شيء نشر المحبة حينما تكون معتدل في أفكارك غير متطرب حتى نشر المحبة بين الناس ويحبونك الوقاية من الجريمة الشعور بالأمن والاستقرار حفظ الوطن وتقدمه نبذ التعصب والتطرف طيب الآن عندي هون الوسطية في مجتمعنا الأردني هل يعد الأردن نموذج في وسطيته نعم ليش اتخذ على عاتقه واتب الدفاع عن قيم الوسطية والحث عليها بصفة ثابتة ولأنها تنطلق من مبادئ الدين الإسلامي كيف كان ذلك بالنسبة إلى الأردن؟ أول شيء تعزيز الحوار نبدأ الطائفية نعم الطائفية التي تريد أن تعمل فوارق بين المسلمين في الأردن أنت مسيحي أنا مسلم وغير ذلك وسعت القيادة أيضا تعزيز الجبهة الداخلية فكلنا أخوة كلنا أخوة باختلاف الأديان أعطتنا حقوق واجبات نعم سواء في الأصل سواء في الدين سواء في العرق فلم تجعل لذلك أي يعني لم تأتي بالأصل وتقول هؤلاء أردنيين لهم الحق في كل شيء وغيرهم لا يوجد له حقوق الآن عندي طيب فكلها يسهم في تطوير إمكانيات التفاهيم على الصعيد الإقليمي والعالمي الآن أيضا نبذ كل صور التطرف هذه دور الأردن أيضا والعنف في مجالات لمحافل المحلية والإقليمية والدولية نعم انظروا هنا هنا كلام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والتطرف بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتدال والوسطية ولا يمكن الإنسان أنار الله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا وفي الوقت نفسه تستهجن حملة التشويه العاتية التي تصور الإسلام على أنه دين يشجع العنف ويؤسس الإرهاب وندعو المجتمع الدولي إلى العمل بكل جدية على تطبيق القانون الدولي واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وإلزام كافة الأطراف بها ووضعها موضع التنفيذ دون ازدواجية في المعايير لضمان عودة الحق إلى أصحابه وإنها الظلم لأن ذلك من شأنه أن يكون سهم وافر للقضاء على أسباب العنف والغلو والتطرف هذا كلام الملك عبد الله الثاني بن الحسين وهذا يؤكد أن الأردن هو أساس لمنع التطرف لأنه أصلا تحت منهاج تحت قيادة أو مبادئ الدين الإسلامي فالدين الإسلامي جاء وسطي معتدل لا يعمل المشاكل غير متطرف لا يعمل على الغلو والتشدد إلى ذلك فلذلك الأردن كانت من مبادئها هذه المبادئ الوسطية والاعتدال بكافة الأمور دمتم أفان الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر